بمناسبة الكلام على اللعيبة مين اللي ممكن فوجة نظرك يفرق مع كيروش الفترة اللي جاية في مركز ثمانية يعني ناس كده اكتلمت على إمام عشور ناس كده اكتلمت على عحمد عبدالقادر عايز اعرف رأيك فيهم ايه ونصحتك للاتنين دول تحديدا ايه انا عبدالقادر بشوفوا دايما من اللعيبة الكلامي موسخة هتلاقي في التلفزيون يعني مقبود لما كان في اسموحة وقلت هيروح للقايب اللعب الارجل ده هيبقى هيبقى واحد من الاهم اللعيبة في رقم عشر في مصر لان هو الوحيد اللي بيعمل بكورة فش حد بيعمل بكورة في مصر هتلاقي دايماً بيباصر وياخد يعني اللي بيلعب عصدي عسر يعني يعني زي افشة زي عبدالله السعيد زي أوباما بيلعبه دايماً وياخده الكورة بيلعبه باصر وياخده لكن ما بيعملوش واحد واثنين وثلاثة دي بتاعت الزمان دي بتاعت وديد صلاح ويرضع بعائل والناس دي ما حدش بيعملها كتير. هو بيعملها كويس. اه امام عشور عنده امكانية تبقى من احسن ناس في رقم تمانية في مصر. لعيب صغير في السن بدانيا نواقف على رجله كويس عنده ثقة في نفسه. اللي نقص الاتنين. ولما نزل كان كويس. صح. لا على فكرة. كان هاي. احسائيات امام عشور يعني امكان هو ما خدش حقه قوي. خلي بالك انت تلعب على ساديو مانيه. الماتش الوحيدة هتلعبه في حياتك. في البطولة. وفاينال افريقيا. صعبة. عايزة شخصية وعايزة مجهود. وبدني ومجهود زهني. اول عشرة داية كان فاكك طبعا. طبعا. وبعين زبط نفسه المية وعشرة داية. وحسائياته على فكرة بعد الماتش دا ممكن عشان ابو جبل طبعا وكم لعيب اخدوا لسوكسيك كبير. لكن احسائياته في الماتش دا روعة. اللعبة دي لما تلعب تاني. يعني ممكن مسلا هتلاقي امام عشور في اول ماتش بكانش بيعدي. ايه. هتلاقي في الشروط التالت التاذا يعدي بكرة ويخش جوه الملعب ويباص. لما يلعب بطولة تانية الناس دي هيبقى ابو الفتوحة هتلاقي بيعدي ويعمل كرسات عادي ويرجع مش خايف مش الان. اه اه هتلاقي امام عشور دا بيعدي ويفوت من التخين يعني ويشوت. لان اللعبة في الاول غير ما يبقى عندك الممارسة. انه تلعب بطولة والتانية والتالتة. هتلاقي الناس دي البطولة الجاية او الماتش الجاي الجامد خلاص هو. الوضع المختلف. او القلق انا لعبت عليه قبل كده انا لعبت على اطخم منه فاهم? لعبت على سد يوماني وليعبت مش عارف على مين فعادي الم مع اي حد. ايه. فانا انا متوقع ان شاء الله بازن الله التوليفة دي موجودة هتبقى بشي كويسة بازن الله.